موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسري في وجدان بعض المتدينين رغبة في الزهد بما في الدنيا والانقطاع إلى العبادة الشعيرية فيتولد لديه ميل إلى العزلة وقعود عن السعي لكسب المال لماذا يرتبط الزهد عند بعض المسلمين بهذه التوجهات والأفكار؟ وهل الزهد كذلك حقا؟ مفهوم الزهد وأثره في حياة الفرد المسلم والمجتمع هو عنوان هذه الحلقة من برنامج مقاصد أهلا بكم مشاهدين الكرام هذا الموضوع نضعه على طاولة الحوار مع ضيفينا الكريم الدكتور مصعب الحمود الباحث الإسلامي أهلا ومرحبا بكم أهلا بكم حياكم الله وأهلا بقناة الرافدين ومتابعيها الكرام حياكم الله دكتور الزهد نريد أن نعرف معنى الزهد لغة بداية واصطلاحا ماذا يعني وكيف تكون ونشأ هذا المفهوم في السياق التاريخي والإسلامي؟ نعم هذا أولا موضوع جليل يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس فإذا كان الزهد وسيلة لتحصيل الحب فما أعظمه وأجله من موضوع الآن نأتي إلى معناه في اللغة وفي الإصطلاح وفي الجوهر في جوهر الشريعة يأتي من القلة والاستقلال فالزهيد القليل والزهد هو الاستقلال للشيء يقولون مثلا واد زهيد يعني قليل الأخذ للماء يجري بأدنى ماء يسيل فيه لا يأخذ من الماء شيئا ومنه أيضا قوله عز وجل وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين يعني من المستقلين لقيمته لم يدركوا ولم يعرفوا قيمته ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لسيدنا علي رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي ما ترى يعني كم نضع هذه الصدقة المقدار دينار فقال علي رضي الله عنه لا يطيقونه يا رسول الله قال فنصف دينار قال لا يطيقونه يا رسول الله قال ماذا إذن قال شعيرة يعني شعيرة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لزهيد يعني تقدر الأمور بمقدار مالك أنت إنك لزهيد فنزل التخفيف أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم إلى آخر الآية صدق الله العظيم وهناك أيضا الشعر استعمل به الزهد ومنه البيت المشهور مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضد ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد إذن هذا معنى الزهد بشكل عام القلة والاستقلال فإذا أتينا إلى معناه العرفي أطلقه الناس وجروا به على ما يتعلق بالزهد بالدنيا والترك لمتاعها وعدم الحرص عليها لكن إذا نظرنا نحن إلى جوهر الزهد في الشريعة الإسلامية فنستطيع أن نختصره بكلمتين نقول التجرد عن الهوى في سبيل الوصول إلى الهدف التجرد عن الهوى في سبيل الوصول إلى الهدف ما هو الهدف؟ الهدف ما أقامك الله به وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فالهدف أن تقوم بوظيفتك في خلافة الله عز وجل في الأرض في سبيل هذا الهدف ينبغي أن تتجرد عن ماذا؟ عن الهوى عن الشهوات حتى ليس فقط عن الهوى والشهوات بل عن الأذية أيضا وكأن الخلافة عن الله سبحانه وتعالى لا تقوم إلا بالزهد نعم نعم لا تقوم إلا بالزهد لأن قلبك لو تعلق بشيء آخر ما خلفت الله وشغلك عن تحقيق هذه الوظيفة هناك شيء جميل يقوله محمد إقبال رحمه الله تعالى أي نحن نظن الزهد فقط بالشهوات والمتاع لا حتى الزهد بما تتعرض له من الآلام كيف؟ أن تزهد بهذا لحظة يا صاحبي لو تغفلي هكذا يقول ألف ميل زاد بعد المنزل رام نزع الشوك يوما رجل فاختفى عن ناظريه المحمل يعني رجل تائهم في الصحراء ينتظر أحد ينقذه فوجد المحمل القافلة تمر هذا هدف أن يصل إلى أين؟ إلى القافلة وهل هناك نجاة أخرى غير ذلك؟ ليس هناك وسيلة نجاة لكنه وهو يجري إلى القافلة علق الشوك بقدمه فنسي القافلة وأخذ ماذا يفعل؟ ينزع الشوك من قدمه بعد أن انتهى نظر فاتته القافلة إذن كان ينبغي أن يزهد بالألم الذي يعاني به في سبيل الوصول إلى الهدف وهذا معنى هذه فلسفة عميقة نعم نعم هذا تحقق طبعا هذا موجود موجود عند صحابة الكرام والتابعين ومن تبعهم والصالحين من الأمة حتى يشعرون نحن نقول مثلا بالنسبة للمال أكثر ما يظهر موضوع الزهد في مسألة المال الزهد في كل شيء موجود لكن في مسألة المال أجلى المال والسلطة المال والسلطة لماذا؟ يعني طبعا أجلى في هذا الموضوع نحن نرى على سبيل المثال بعض الناس إذا بنوا بنوا كتبوا مثلا الملك لله يعرفون الملك لله يعني الناس يعرفون أن الملك لله لكن الزهد أن تشعر حقيقة أن الملك لله لا يكفي ماذا؟ المعرفة مثل كل شيء يعني أنت تعرف أن الله الرزاق لكن لا يكفي ينبغي ماذا؟ أن تشعر بهذا أن تتحقق بهذا فيروي لنا علماؤنا مثلا قصة انظر كيف يعني هناك مقولة يقولون كانت الدنيا في أيدي الصحابة ولم تكن في قلوبهم لأنهم يعرفون أنهم موظفون عند الله عز وجل موكلون بالمال الذي أمرهم الله به صحيح تفضل الله فنسب المال للإنسان تفضلا منه فقال من أموالكم وكذا ولكن حقيقة الأمر أننا موظفون موكلون بالمال فالتقى رجل رجل أهم بصدقة أو عطية فالتقى يعني توسم فقرا بأحد الناس هذا مناسب أن نعطيه الصدق فجاء إليه فقال بسم الله خذها لا إليك خذها لا إليك لا إليك فقال ذلك الفقير وأخذ الصدقة قال هاتها لا منك رد بليغ خذها لا إليك هاتها لا منك بالنسبة يعني أنا أرى كلاهما زاهد الغني هذا الذي أنفق زاهد والفقير الذي أخذ أيضا زاهد لأنه يعرف أن هذا المال ممن من الله وأنه أيضا هو مكلف بترتيب أمره وإنفاقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ففلسفة الزهد هذه أن تشعر أنك قائم قائم بالله بإمداد الله لك وقائم لله موظف تقوم بوظيفة الاستخلاف لله في الأرض فلا تنظر إلى شيء آخر إن نظرت إلى شيء آخر نقص الزهد وبالتالي نقص الوصول إلى الهدف لكن دكتور مصعب هنا ثم تمنمح دقيقنا ربما يحتاج إلى مزيدا من الإجلاء وهو أن تتحدث الآن عن الزهد في الحالة الشعورية في الساحة الشعورية هل هو قصر على الساحة الشعورية أم أنه مرتبط يمتد إلى الساحة العملية بمعنى فقط أن أشعر بأن هذا المال والسلطة هي لله سبحانه وتعالى أم أنه يترتب على هذا الشعور سلوك معين فعل معين هذا سؤال جميل حقيقة كانوا يقولون لنا طبعا الحكمة ضالة المؤمن التقطها أن وجدها فهناك شيء في علم الإدارة يعني يذكرونه يقولون هناك مثلث مارسيدس مثلث مارسيدس يعني يضعونه من ثلاثة أقسام المعرفة هو السلوك والشعور إذا وقفت الثلاثة وقفت الحياة وجود واحدة منها تحرك الثلاثة يعني وجود المعرفة تحرك الاثنين الأخرين تحرك الاثنين فتتحرك العجلة فإذا تحركت العجلة تحركت الحياة يعني مثلا المعرفة الحقة تولد شعور يعني وإن كان ليس مباشرة إذا تولد الشعور ماذا يفعل يولد السلوك لأن السلوك ينجم دائما عن ماذا عن الشعور السلوك لا ينجم عن المعرفة السلوك بالفلسفة ينجم عن ماذا عن الشعور شعور الحلة وسطية بين المعرفة وبين نعم هو الوسيط الشعور هو الوسيط بين المعرفة وبين السلوك لذلك إذا عرفت أن هذا الإنسان مثلا يحتاج إلى عون أو كذا لكن لم تشعر بهذا الحس الروحي الذي يدفعك لن تفعل شيئاً له صحيح؟ يعني هل هناك من المسلمين من لا يعرف أن الله عز وجل واحد وأن الله رزاق وأن الله الكل يعرفونه ولكن المشكلة في أي نقطة في الشعور كذلك أنا أقول الزهد هو مرتبة شعورية تبدأ بالمعرفة أن كل شيء هو ملك لله ونحن موظفون وقائمون عليه ثم تنتقل إلى مرحلة شعورية شبيهة بما يعني الإحسان كما تفضلت يعني أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه ماذا؟ يراك فإنه يراك فهذا الشعور هذه مرتبة شعورية مرتبة الإحسان هذا الزهد يعني بهذا الاعتبار طيب قد تكون هناك علاقة مشتبكة بين الزهد وبين بعض المفاهيم مثل الفقر والورع وخصوصاً الفقر هل ثم ترابط بين أن يكون الإنسان زاهداً ويكون فقيراً؟ الزهد والفقر لا يرتبطان بأي شكل من الأشكال ذاتاً نحن لو تكلمنا عن الفقر الفقر والغنى بحد ذاته الفقر بحد ذات والغنى بحد ذاته بحقهما فبعض الناس يظن أن الزهد شرطه أن تطلب الفقر وأن تتحقق بالفقر حتى تصبح زاهداً لكن لا يوجد أي رابط بين الزهد والفقر لماذا؟ لأنك إذا كنت تشعر أن الدنيا في يدك وليس في قلبك سواء كنت فقيرة أو غنية فأنت زاهد لماذا؟ لأن الدنيا أين؟ في اليد وليس في القلب لذلك ما علاقة الفقر والغنى في المسألة؟ لا علاقة له بل نماذج وردت طيب لو أذنت لي دكتور هذه نقطة مهمة أيضاً أن أحتاج إلى فهمها وحتى يفهمها الأسادة المشاهدون يعني الزهد حتى لو كنت غنياً لكن المال تشعر أن المال في يدك ما زدنا تحدث في الحالة الشعورية هل يمكن أن ينفصل الشعور عن الفعل في مرحلة ما؟ بمعنى أن يكون المرء يشعر أن هذا المال كله لله هناك شعور وإدراك حقيقي لكنه يتصرف بشكل سفيه فيه فينفقه فيما لا يحل له أو فيما لا ينبغي أن له أن ينفقه فيه هل ثم تنفصال بين الشعور والسلوب هنا؟ هذه نقطة أخرى تتعلق بأنه لا يكفي أن تشعر تمام؟ كما قالوا إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وصالحاً خالصاً يعني النية لله لكن صالحاً ماذا يعني؟ أن يكون وفق شريعة الله لذلك الزهد ينطبق الآن في هذا المجال ربما يدفعني الزهد لأن أبذر مالي هنا وهنا أو أعطيه لمن لا يستحق لو كنت زاهداً حقيقة أرى مكاني من الله سبحانه وتعالى في وظيفة الاستقلاف هذه ومن ثم ألتزم بالشريعة بقواعد الشريعة في الإنفاق وهذا يستلزم مقاماً آخر ومقام العلم؟ العلم طبعاً لذلك فقط زاهد ليس بعالم هذا موجود لكن ليس عند المسلمين عند المسلمين الزهد لا يكون زاهداً إلا أن يكون ماذا؟ عالماً هذا مهم نقطة مهمة نعم لأنه يجب أن يعرف موطئ قدمه أين ينفق ماله لماذا؟ هناك أيضاً شيء مثلاً ربما يعني يفيدنا في هذه القضية في مسألة الفقر والغنى هناك شيء يقال له التجريد والأسباب التجريد الإنسان يتفرغ لعبادة أو يتفرغ لعلم هذا اسمه تجريد يعني لا ينشغل بطلب الدنيا نعم بطلب الأسباب وهناك الأسباب يعني يحصل من السبب إذا نحن نتكلم في نطاق العمل والمال يحصل من هذا شيئاً فيحصل له مال بأسباب الله عز وجل التي شرعها هناك كلمة جميلة لابن عطاء الله السكندري يقول بها إرادتك التجريد مع وضع الله لك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع وضع الله لك في التجريد من الهمة الدنية يعني الله عز وجل كلف كلاً بوظيفة كيف تعرف وظيفتك من الله عز وجل المقام الذي أقامك به طيب إذا أقامك الله في مقام العلم تحصيل العلم يقول وكيع ابن الجراح لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه شيخ الشافعي نعم وكيع لا ينبغي لأحد من العلم عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه يعني عندك استعداد وقابلية للعلم تفرغ له لا تلتفت لأمور أخرى أقامك الله في موضع تجريد اترك الأسباب الله عز وجل يسوق ذك الرزق تمام هذا وظيفة أقامك الله بها هناك أناس آخرون أقامهم الله بالأسباب في العمل والتجارة والكسب وغير ذلك ما ينبغي أن يتطلعوا إلى موضوع التجريد كل فلينظر كل لما أقامه الله به ما لاقف ففعله ودع ما لم يلق كل ميسر لما له خلق فإذا سألتني مثلا هذه الوظيفة كيف ندركها كيف أعرف وظيفتي نحن ربطنا الزهد كله بالوظيفة صحيح أن تعرف وظيفتك وتقوم بها أو هدفك نعم نعم فوظيفتك هذه كيف تعرفها بالتيسير الله عز وجل ييسر لإنسان في هذا المجال ويسر لإنسان في هذا المجال فحيث تيسر لك فهي ماذا فهي الوظيفة نعم لذلك دائما هناك طبعا الله عز وجل قسم الناس ويعني جعل منهم أصحاب الأسباب ومنهم أصحاب التجريد نعم نعم دكتور حقيقة ربما ينبغي أن نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل على أن نتحدث عن منزلة الزهد في الشريعة وإذا ما كان مندوبا له أم مطلوبا على سبيل الفرض ينبغي للمسلم أن يكون زاهدا ولكن بعد الفاصل هذا فاصل قصير ونواصل بعد قليل اشتركوا في القناة أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن مفهوم الزهد ومنزلته في الشريعة الإسلامية وضيفنا دكتور مصعب حمود الباحث الإسلامي وجدد الترحيب بكم دكتور حياكم الله أهلا بكم هل الأمم السابقة للإسلام أو حتى الأمم المعاصرة بخلاف الإسلام عرفت الزهد وما الذي انفرد به الإسلام عن هذه الأمم إذا كان هناك انفراد في تحرير مفهوم ومعنى الزهد نعم نعم عندما نتكلم عن الأمم السابقة أو حتى الأمم الحالية نتكلم عن اتجاهين اتجاه الديانات أو الشرائع السماوية مثلا واتجاه الفلسفات الوضعية أو حتى فلنقل الديانات الوضعية في هذا فلو تكلمنا عن الديانات السماوية الأنبياء منهجهم واحد بالمناسبة هل نقول ديانات السماوية أم شرائع شرائع يعني الديانات هذا تعبير فقط لأنه لا مشاحة في الإصطلاح يعني باعتبار أن نقول ديانة مسيحية ديانة كذا أما هو شرائع لأن الدين واحد إن الدين عند الله الإسلام وما دام الدين واحد والدين عند الله الإسلام إذن الزهد أيضا واحد من أول نبي إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وصلوات الله عليهم أجمعين لكن هناك ظروف في الحياة تتبدل يعني مثلا عندما نتكلم عن سيدنا موسى عليه السلام لم يحدث كثير من النصوص في موضوع الزهد في الديانة اليهودية لظروف خاصة بها يعني لما خرج بهم سيدنا موسى عليه السلام طبيعة اليهود بنفسهم ليست بطبيعة الزهدين لذلك قالوا ماذا قالوا يا موسى دعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير نظرة مادية نظرة مادية نظرة اليهود مادية حتى بعد موسى عليه السلام عندما حرف اليهود توراتهم ماذا يعني فكروا في هذا الأمر قالوا اليهود قدرهم الله عز وجل وقدر لهم أن يديروا مال العالم وحركة العالم المادية لذلك قام الأحبار أنفسهم وهي سابقة يعني في ذلك قام الأحبار بإدارة الأموال وبالتالي ظهرت طبقة الأحبار الأغنياء بعد ذلك ردت فعل كردت فعل على هذا الأمر ظهرت فرق من اليهود اتجهت نحو الزهد مثل فرقة الفريسيين ومثل فرقة الإسنيين هذه قبل الميلاد اتجهتا نحو الزهد والتبتل والتنسك وترك متاع الدنيا وحتى بعضهم اتجه إلى ترك الزواج ثم لما جاءت أو الشريعة أو حتى يعني فلنقول لأن الديانة المسيحية أو الشريعة المسيحية جزء من اليهودية يعني كانت إنما هي تصحيح للمسيرة القائمة فلما جاءت بدى كما لو أنها كانت تصحيحا للنظرة المادية عند اليهود ومحاولة جرهم إلى السمو الروحي قليلا وتركها لذلك كانت نصائح سيدنا عيسى عليه السلام ومنها مروي في التفسير إذا نحن تركنا ما يروى في الإنجيل باعتبارات متعددة يعني في هذا الخصوص وأقبلنا إلى المروية في التفاسير على درجته تفاسير إسلامية نعم في التفاسير أثناء يقول سيدنا عيسى للحواريين لما سألوه قالوا ماذا نأكل قالوا كلوا خبز الشعير قالوا ماذا نلبس قالوا الصوف قالوا ماذا نفترش قالوا الأرض قالوا إن هذا لشديد قال والله لن تبلغوا ملكوت السماوات حتى تصنعوا هذا عن لذة عن لذة هذا يطابق ما جاء في الحديث الشريف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فكانت هذه النظر لكن بعد عيسى عليه السلام أيضا تحرف هذا واتجه الرهبان إلى الأديرة وكذا في موضوع إسلام هنا كيف تميز الإسلام عن هذا نعم أنا سأتي لكن بعد أن أنهي موضوع إن شاء الله الفلسفة الوضعية في هذا الأمر وأضرب لها مثالين صغيرين حتى لا يضركنا الوقت فقط إن شاء الله هناك الفلسفة الكلبية مثلا الفلسفة الكلبية يمثلها ديوجين ديوجين هذا كان من سينوب وعاش في أثناء سينوب في تركيا نعم سينوب في تركيا والآن له تمثال في أول سينوب هناك شيء طريف يعني يتعلق بالموضوع في هذا التمثال يحمل بيده مصباح وبجانبه برميل وكل تمثال هم يعني يعتقدون هذا شيئا عظيما لكن هذا التمثال أو هذه الفلسفة هي فلسفة احتقار للمادة كلها وهي فلسفة قهر للنفس وإذلال للنفس تطرف في معنى الزهر إذن احتقار للمادة وقهر للنفس ولما سألوه حتى احتقار للإنسان لما سألوه مثلا يعني الآن لماذا التمثال هكذا لما سألوا ديوجين لماذا تحمل المصباحة في وضح النهار كان يمشي وهو مترهل لا يلبسه ثياب وكذا ومعه كلب قالوا لماذا تحمل المصباحة في وضح النهار فقال أفتش عن إنسان وفتش عن إنسان هناك الفلسفة البوذية قريبة مثلا لكن الفلسفة البوذية حاولوا أن يصلوا إلى الاستنارة أنا أريد أن أقول شيئا يعني لتميز الإسلام عن جميع هذا سواء كانت الشرائع الدينية أو الشرائع السماوية التي تحرفت والفلسفات البوضعية اشتركت في خصيصة التطرف فيما نعم نعم هي في النهاية فلسفة عامة تقوم على قهر النفس إذ لا للنفس احتقار المال في الإسلام لا يوجد هذا الشيء في الإسلام إذا جئنا إلى المال فالمال مكرم ليس محتقر لأن المال شيء أعطاه الله لك لهذه الوظيفة نعم لا يتعلق قلبك به هذا هو الزهد أما لا يحتقر المال لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف يرويه عمر بن العاص رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوني وقال خذ عليك ثيابك وسلاحك فأتيت إليه فوجدته يتوضأ فصعد بصره إلي ثم تأطأ بصره قال يا عمر أرسلت إليك لأبعثك على رأس جيش فيغنمك الله ورغبت لك رغبة صالحة من المال في الغنيمة هذه فقال يا رسول الله ما لهذا أسلمت إنما أسلمت رغبة للإسلام ولصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر نعم المال الصالح للعبد الصالح هذا أما بالنسبة للنفس الذي يعني يقولون في تلك الفلسفات قهر النفسي وإذلالها في الإسلام تزكية النفس هناك فرق كبير بين قهر النفس وبين تزكية قد أفلح من زكاها أنت تربي هذه النفس تنشئ هذه النفس على أن يكون الهوى لها تبعا لما جاءت به الشريعة هذا الفرق جوهري في الزهد بين الإسلام وبين من سبقه أولا ليس هو قهر وكبت للنفس إنما تزكية وتربية لها ثانيا ليس احتقارا للمال والمادة إنما هو فقط توصيف لوظيفتها وتعريف بها نعم دكتور العلى يعني مثلا عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وآخر بين المهاجرين والأنصار قصة عبد الرحمن بن عوف مع أخيه سعد بن الربيع ربما تكون مثالا على الزهد عندما يعرض عليه إحدى زوجتاه أن يطلقها فيتزوجها وشطر ماله نصفه أن يتركه له فقال له عبد الرحمن بن عوف لأخيه سعد بن الربيع بارك الله لك في أهلك ومالك دلني إلى السوق ربما يكون تجليا عمليا لمفهوم الزهد في الإسلام لكن أريد أن أسألك هنا بما أنك تحدثت عن انفراد الإسلام بتحرير مفهوم الزهد تحريرا عمليا يراعي الفطرة البشرية ولا يتصادم معها لو تحدثنا عن بعض النماذج الإسلامية التي اشتهرت بالزهد فهما وممارسة من اشتهر بهذه الظاهرة؟ يعني بالطبع لو أردنا أن نطرق النماذج فهذا شرب عذب من حيث وردته وجدته يعني هذا نماذج كثيرة لو بدأنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو بحر زخار لا ساحل له ولا قرار في هذا الشأن يعني يكفي أنه لو شاء لسارت الجبال فضة وذهبا بين يديه بأمر الله عز وجل ومع ذلك كانت تمر يمر الشهر لا يوقد في بيته نار وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجيش من عناق لكن لماذا لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يربي الناس على الأسباب على الأخذ بالأسباب أنت تعرف وهزي إليك ألم ترى أن الله أوحى لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب مع أنها ضعيفة جدا نعم نعم وقد كان يدني النخلة من غير هزه إليها ولكن كل شيء له أسباب سبب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هجرته كلها أنت تفضل ذكرت الهجرة هجرته كلها تربية للأخذ بالأسباب لم يكن عزيزا على الله عز وجل نعم يعني أن يحميه لكن الآن إذا انتقلنا مثلا نماذج نماذج أخرى لأبي بكر الصديق لسيدنا عمر لسيدنا أنا أريد نموذج نحن أحوج إليه الآن في واقعنا هو نموذج عبد الله ابن المبارك يعني أن نماذج كثيرة حقا يعني لا تعد ولا تحصى لأن كل الصالحين في تاريقنا هم نماذج للزهد لكن لماذا عبد الله ابن المبارك عبد الله ابن المبارك وصفوه فقالوا الرجل الكامل يقول إسماعيل ابن عياش ما من خصلة من الخير إلا ووضعها الله عز وجل في عبد الله ابن المبارك زاهد كان مشهور في الزهد رأس الزهد في زماني كيف كان زهده عابد مجاهد كان يعني زهده عالم محدث كبير له قصص وحكايا كثيرة في الزهد منها على سبيل المثال يعني يقولون كانوا يترصدون من حوله يعني موضع حجه وسفره إلى الجهاد ليذهبوا معه فإذا ذهبوا معه فهو زاد الراكب فمرة ذهب بأصحابه إلى الحج يقولون يعني أهل المنطقة التي هو بها يعني ذهبوا معه يقولون كان يطعمنا الخبيص وهو نوع من الحلوى الفاخرة وهو صائم الدهر يوم بيوم نعم يعني يطعمنا وهو صائم ما معنى صائم في هذه الحالة يعني المال عنده كثير والطعام موجود وكذا لكنه ماذا زاهد بكل هذا وكان يطعمهم وكان يفعل أكثر من ذلك مرة صاحبه الفضيل بن عياض المشهور بالزهد وأصحابه إلى المصيصة للرباط في سبيل الله موضع فكانت هذا يعني كانت سنة عندهم الرباط في الجهاد فيأتون إلى المصيصة أين الميسس الآن في تركيا بين مرسين وأضنة هناك أيضا المأمون قبره نعم في تلك المنطقة لما جاء إلى هنا توفي هنا المأمون فكان يعني يأتون إلى الثغور فيرابطون في الثغور لتحقيق سنة الرباط هذه فيأتي ابن المبارد خرجوا معه فقال لهم كلمة جميلة يعني قال أنتم الصوفية عندكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم فأعطوني نفقتكم حتى نضعها في صندوق وأنا أنفق يعني منها عليكم فهذا أحضر له درهم وهذا درهمين وهذا عشر دراهم فمضى بهم أنفق عليهم السفرة كله فلما عادوا فتح الصندوق فأعطى لكل واحد هذا عشرين دينار وهذا عشرين وهذا عشر وهذا عشر فقالوا له يعني يا ابن المبارك نحن فعلنا أشياء يعني أعطيناك أشياء دراهم معدودة وأنت تعطينا هذا قال لهم ما تنكرون أن يبارك الله في رزق الغازي فكان عبد الله بن المبارك مثالا للزهد يقول الفضيل بن عياض لعبد الله بن المبارك يقول أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ثم نراك تأتي بالبضائع من هنا وتبيعها من هنا وتأتي من هنا وتتجر كان غنيا وكانت نفقته كل سنة على الفقراء بحدود 100 ألف درهم في كل سنة فتأتي بالبضائع من هنا لماذا تفعل هذا؟ فقال له للفضيل قال إنما أفعل هذا لأصون وجهي وأكرم عرضي وأستعين به على طاعة ربي فقال له الفضيل ما أحسن ذا إن تم ذا هناك شيء يذكرونه يقولون لكن قبل سنة من وفاته أضاف سببا آخر للفضيل لما سأله مرة أخرى لماذا يأمر بالزهد ويعني هو متحقق بالزهد ويمارس التجارة والأرباح وفي نفس الوقت يمارس العمل والتجارة فقال له كلمة جميلة جدا يعني هي تمس واقعنا بشكل كبير قال له يا فضيل إن لو لا أنت لو لا أنت وأصحابك ما اتجرت يعني هناك قوم لأمر ما منعوا من العمل لا يستطيعون العمل وظيفتهم ربما طلاب علم وظيفتهم كذا هو عنده فائض من الوقت فائض من الزمن فائض من القوة لماذا ينفقها أين ينفقها ليس فقط المال إنما قوة التجارة قوة العمل في سبيل من؟ في سبيل روح تكافلية روح تكافلية الآن مثلا كم من المسلمين في المخيمات كم ممنوعون من العمل محجور عليهم كم من المسلمين مثلا لأسباب ما لا يستطيعون لو أن كل إنسان من وقته يعني إذا كان كبير وبعض وقته وبعض وقته فاشتغل ليس فقط لنفسه اشتغل أيضا لغيره ممن لا يستطيع العمل هذا منهج ابن المبارك نعم نعم وهذا كان يعبر عن فهمه للزهد لكن حقيقة دكتور مصعب الزهد رأيناه كيف كان متجليا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف وكثيرا من الصحابة حقيقة لكن السؤال هو الزهد بمعناه بإطاره العام ظهر كثيرا في المرحلة العباسية وظهرت أشعار أبي العتاهية وشهرته في أشعار الزهد إلى آخره هل انتشار الزهد علاقة بطبيعة النظام السياسي السائد؟ هذا الزهد الذي جرى في العصر العباسي طبعا الناس ينظرون إلى العصر العباسي من خلال منظور الشعر والأدب ونحوها لكن لو نظروا من جهة منظور العلم أيضا لرأوا شيئا مختلفا يعني نتكلم نحن الآن عن ابن المبارك وعن الفضيل ابن عيار في أي عصر كانوا في العصر العباسي فهذا الزهد الذي كانوا يتحققون به أمثال هؤلاء كان زهدا مبنيا على الشريعة على العلم لا علاقة له بوضع سياسي أو بغير ذلك لكن زهد الشعراء مثلا مثل أبي العتيهية إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة يعني شعر حكمة جميل لأبي العتيهية لكن زهد أبي العتيهية وأمثاله ربما قال بعض العلماء أن يكون ردة فعل للترف المبالغ به في القصور وفي العصر العباسي يعني كان عصر قوي للمسلمين وهل بسبب هذا الترف كما حصل في اليهودية والنصرانية هل سبب مغالاة أو تطرفا في تحقيق معنى الزهد في الإسلام؟ نعم في هذه الحالة سبب الآن هذا الترف فلنقل متى بدأ نشأة الزهد في هذه الحالة لو عدنا قليلا إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحت الدنيا في زمنه يعني قبل سيدنا عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتحققون بالزهد ولكن لا يتذكر هذه الكلمة كثيرا يعني في الحديث مرة أو مرتين لماذا لم تذكر؟ لأنه في الأصل لم يكن زمن فيه ماذا؟ فيه شيء من مغريات الدنيا ومتاع الحياة كان حالة طبيعية عفوية نعم حالة طبيعية لكن لما في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه فتحت الدنيا وجاءت سيق بالأموال إلى المدينة المنورة سيدنا عمر يعني كان رجل متحق بالمعرفة والوعي الكبير لذلك لم يقع فريسة هذا الأمر حتى مرة جاءه وفد من الكوفة أو من البصرة هذا الوفد من البصرة جاء مع أبي موسى الأشعاري لزيارة سيدنا عمر ولكي يعني ينظم لهم ماذا يفعلون فيقولون دخلنا عليه أول يوم فوجدناه يأكل خبزا بزيت فجلسنا أكلنا معه في اليوم الثاني خبزا بجبن فأكلنا قالوا بضعة أيام قل ما وجدنا بها لحما ففطنا سيدنا عمر لأمرنا فقال لنا يعني كذلك كلمة جميلة قال ما تظنون والله ما أجهل عن كراكرة وأسنمة ولو شئت لأتيت بصلاب وصلاء وصلائق يعني المتعة الدنيا أنا أعرفها أنا لست جاهلا الكراكر الذي هو أجمل أو أطيب اللحم يكون في بطن البعير والسنم في الظاهر والصلاء الشيواء والصناب الخردل والصلائق الخبز الرقيق كل هذا أعرفه لكن الله ذم قوما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ثم قال تمعددوا يعني ابقوا على أصل معد من حيث التقلل من ماذا إخشوشنوا وتمعددوا نعم هذه العبارة لأن سيدنا عمر كان يخاف أن تدخل الدنيا على الناس فيشيع الترف فيتركوا ينسوا لماذا هم يعيشون أين يذهبوا كان مهموما بالمسلمين نعم نعم يعني كان يخرص على موضوع العقيدة ألا تتزعزع تتعرف مثلا لما عزل سيدنا خالد وكذا قال ما عزلته وقضية شجرة الرضوان أيضا وقضية يعني كان حريصا على كل هذا يعني المال موجود الدنيا موجودة ازهدوا اتركوا لأن هذا سيشغلكم عن ماذا عن وصولكم إلى الهدف لكن طبعا سنة الحياة كذلك مضت الأيام وصار في العصر العباسي وجاءت الأموال وجاء كذا فصار هناك ترف مبالغ فيه فنشأ عنه زهد مبالغ فيه هذا الزهد المبالغ فيه دكتور مصعب أريد أن أسألك عن بعض النماذج وأرجو من جنابك الإختصار في ذلك بعض النماذج من الزهد المنحرف تطبيقا وفهما عند بعض المسلمين كرد فعلا على الترف المبالغ فيه في عصر الدولة العباسية أولا يعني نظريا وعمليا يعني يحصل لدينا التباس أو حصل بين الزهد وبين تحريم وبين الطيبات يعني تحليل الطيبات أو تحريمها فظن بعض الناس أن الزهد في تحريم الطيبات في ترك الطيبات على سبيل المثال نحن يعني سبحان الله نمشي وندور فنعود إلى موضوع المال هو الزهد أعم لكن موضوع المال والسلطة لأن فيه جلاء ينكشف هذا يعني مثلا لما مالك بن دينار قالوا له أو أثنوا عليه في زهده قال لست بذاك إنما الزهد عمر جاء ابن عبد العزيز جاءته الدنيا بحذافيرها فردها هذا هو الزهد الآن مثلا في العصر العباسي أو أظن قبل في أيام الحسن البصري انظر لهذا المفهوم الخطأ يعني في التطبيق وأيضا هو زمان فتحت به النعمة على الناس رجل حرم على نفسه أو لا يأكل الفال وذج مثلا فاكئة أو حلوة معروفة حلوة مشهورة فسألهم الحسن لماذا والحسن البصري سيد الزاهدين يعني جاء رجل فقال من سيد هذه القرية البصرة قالوا الحسن قال بما سادهم حسن البصري قال احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم فسادهم فقال الحسن يعلق على هذا الرجل لماذا لا يأكل قالوا لأنه لا يستطيع أن يقوم بشكره لا يشكره يعني هذا يعني يرى أن فقال كم هو جاهل وهل يستطيع شكر الماء البارد الماء يشرب الماء البارد يعني كيف تفرق بين هذا هنا تصويب المفهوم نعم الطيبات حلال للمسلمين حلال للمؤمنين نعم الفضول منها والإكثار منها كما سيدنا عمر أرشدنا الإكثار من يعني تناول الطيبات هذه هذا يشغلك عن الهدف لكنها هي في نفسها طيبات يباح لك أن تأكل منها بالقدر الذي سنه الله عز وجل حتى الله عز وجل يعني يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قالوا يعني ماذا يعني في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لأنها في الدنيا يشترك بها المسلم وغيره أما في القيامة هي خالصة له نعم لو أذنت لي دكتور يعني لم يبقى إلى الوقت القليل من الوقت لكن باختصار هل الزهد دائما أمر مستحب به ومندوب أم بعض الأحيان يكون الزهد مكروها إذا كان فهم فهما خاطئا فهو مكروه وربما يصل إلى ماذا إلى الحرام يعني أنت مثلا أو الإنسان مثلا إذا زهد بما يعني إذا حرم ما أحل الله صار ماذا صار حراما إذا إنسان إذا إنسان فرق فيما كلفه الله به وهو يظن أن هذا زهدا صار أيضا ماذا يتراوح بين المكروه والحرام يعني مثلا موقع ما أنت تشغله ثم زهدت به لماذا زهدت به لا أهتم أنا لهذه الدنيا وأنت تعلم أن وجودك في هذا الموقع هو المناسب والأنفع للمسلمين فعندما تفرط في هذا الموقع فأنت تفرط في وظيفة الله التي كلفك بها فليس هذا بزهد فدائما الزهد لما يختلط بالتواكل بالكسر عن العمل بعض الناس يقول أنا زاهد لا أريد أن أعمل مثلا لكن هنا أرجو المعنى دقيق جدا يعني عندما يمتنع الإمام العظيم أبو حنيفة عن قبول منصب القضاء في الدولة العباسية هل هو بذلك أثم لأنه لا يقوم القضاء عن الوجه الأكمل ربما إلا بأبي حنيفة هل هو أن هذا يفهم من هذا هناك شيء يعني هؤلاء علماء يفعلون موازنة نعم نحن نعطي صيغة العامة نعم نقول كل واحد كان في موقع ما لا ينبغي أن يفرط به مثلا لكن هؤلاء علماء علماء وعمقون في العالم يفعلون موازنة بين هذا وهذا إذا هو رأى أن المقصود من منصب القضاء الذي كلف به أن يقيد يعني ويوجه في غير الاتجاه الذي هو أنفع به تمام فإذا له ماذا له أن لا يفعل هذا إذا وجد أن منصب القضاء سيكون فتنة فله أن يحمي نفسه من هذه الفتنة فليس فقط أبو حنيفة كما تعلم أبو حنيفة وغيره كثير تركوا مناصب أو لم يقبلوا بها يعني ليس فقط زهدا كما نتصور يعني نحن إذا فهمناها أنه زهد ربما يشكل علينا لكن هم تركوها لأسباب أخرى ربما لتحسنة بالفتنة الخوف من الفتنة تتعلق هناك مثلا بعض الناس يخشون من شرك الحكام يعني الحكام ينصبون فخاخا وأشراكا مثلا أنت تعرف الخليل الفراهيدي والذي كان يعني سيبويه وطلابه يعيشون أثرياء بعلمه وهو يعيش في حفش نحن نسميه خشة نعم كان أمير العراق في زمنه سليمان من آل المهلب حاول أن يدنيه بشيء ما لكنه ماذا أيضا تخلص أظن الوقت يدركنا سبحان الله لاك تفضل ولم يبقى إلا سؤال واحد يا دكتور من فضلك يجب أن أسألك عنه عن أثر الزهد في حياة الفرد المسلم والمجتمع ما الأثر الأخلاقي والنفسي الذي يولده في نفس المسلم وأخلاقه يعني طبعا الزهد يولد أشياء عظيمة جدا لماذا لأن إذا قلنا نحن أن الزهد هو التخلي عن الهوى التجرد عن الهوى ومعرفة الهدف والتوجه لها إذن كل شيء من الفضائل يتولد من الزهد فإذا كان الإنسان زاهدا كان شجاعا إذا كان زاهدا كان كريما إذا كان زاهدا كان ذا همة علية في العمل كل هذا ينشأ إذا كان زاهدا كان حكيما كل هذا ينشأ من ماذا؟ من الزهد مثلا لو أتينا في الشجاعة على سبيل المثال الإقدام نضرب مثالا إذا أسعفنا الوقت نضرب أمثلة أخرى إذا لم يسعفنا نكتفي بهذا معنى دقيقة ونصف بهذا المثال الشجاعة التي هي الإقدام من أين يأتي الخوف؟ يأتي الخوف من التعلق هناك كلمة جميلة لأحد الشعراء المعاصر يقول من تعلق خافا يعني إذا تعلقت بشيء ماذا؟ وقعت في الخوف لذلك لما لا يتعلق قلبك بشيء من أمور الدنيا إلا بالهدف الذي وجهت له فلن تخشى شيئا فإذا لم تخشى شيئا كنت ماذا؟ كنت شجاعا الإمام الشافعي رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول أمطري لؤلؤا مثلا أمطري لؤلؤا سماء سرنديبا وفيضي آبارة كرورة تبرا أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا ميت لست أعدم قبرا هل سألقى في الطريق؟ هناك قبر سأدفن أنا إن ميت إن عشت لست أعدم قوتا وإذا ميت لست أعدم قبر همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أخاف زيدا وعمرا؟ هذا يعني قول الإمام الشافعي رحمه الله وطيب ثراه ومسك الختام أشكرك شكرا جزيلا على ما أفضت به في هذه الحلقة دكتور وأرجو المعذرة إذا كنت تدخلت معك وقطعتك بعض الأحيان يعني مداخلاتك جميلة أحيت وأثرت أحياكم الله دكتور أشكرك شكرا جزيلا والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيفي المكرم الدكتور مصعب حمود الباحث الإسلامي كل الشكر لكم في حراسة الله تعالى وتوفيقه اشتركوا في القناة